هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مديرة مجمع الشفاء الطبية في غزة محمد أبو سليمة وأوضح الطبيب في مستشفى الشفاء خالد أبو سامرة أن جيش الاحتلال اعتقل أيضا عددا من الكوادر الطبية بالمجمع وكان أبو سليمة أعلن طلقيه أمرا من قوات الاحتلال بإخلاء المستشفى في الثامن عشر من نوفمبر بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا فيما أكد الجيش الاسرائيلي أنه أجل مئات المرضى والنازحين من مجمع الشفاء